ايه اللي بيخلينا فيه سؤال مهم قوي؟ ايه اللي بيخلينا نجد ان اكتر نسب الطلاق بتحصل في سنة قولة جواز؟ فيه اسباب كتيرة بتأدي الى ارتفاع نسب الطلاق في سنة قولة جواز ولزاك النهاردة حلقتنا النهاردة عن نتكلم عن تحديات سنة قولة جواز لان في الحقيقة دي عاملة بالزبط زي الحاجز اللي احنا لو تعدناه ممكن بعد كده نكون افضل بكتير خلينا اقول لكم ان فيه تحديات محددة بتكون في سنة قولة جواز عن اتكلم عنها بس ايه اسباب الخلافة في سنة قولة جواز؟ اول حاجة اختلاف البيئة اختلاف البيئة فيه ناس جايين من بيئة دي والبيئة دي زي ما امرأت شرايح القاضي رضي الله عنه جات وقالت له ان امرأة غريبة فقل لي ماذا تحب وماذا تكره لان هي باعتبارها حكيمة واما احسنت تربيتها عارفة ان البيئة المختلفة تتسبب في ايه؟ تتسبب في الخلافات يبقى اختلاف البيئة والفروق الاجتماعية وعلى فكرة فروق الاجتماعية مش لازم بس فروق طبقية مش فروق ما بين الطبقات لا 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 فروق ما بين البيئات يعني حد جاي من بيئة بتحب الريف وبتحب قيم الريف وبتحب طبقية الريف واحد في المدينة عارفين انت لما يحصل كده مش عايزة اقول العبارات اللي بيقولوها بس فلان دوت يعني فلان كده بيئتوا فلاح فلان دوت بيئتوا منفتح اول ما بيحبش ده فيحصل شوية عراق ما بين الاتنين دي من احد اهم الاسباب اللي احنا بنشوفها كمان اكتشافت بعض الطباعة الجديدة في شخصية في شخصية شريك الحياة اللي احنا اللي ما كانتش ظاهرة فين في فترة الخطوبة ونزاك انا دايما بقولوهم التعارف اللي حصل في الخطوبة ده اركنوه لان التعارف في الجواز حاجة تانية خالص لان احنا شفنا الناس ساعة ساعتين تلاتة لكن ما شفناوش وهو اي من النوم وهي اي من النوم وهم لما بيغضبوا لما بتعصبوا لما بيلاقوش الحاجة مكانها لما اه ده حاجة تانية خالص وعشان كده لازم نعرف مهمة اوة اوة عندنا ان احنا نعرف ان التعارف اكتشاف بعض الصفات اللي موجودة بعد الجواز كتير من احيين الستات او الرجالة المتجاوزين لما بيكونش ضبطين نفسهم وعندهم نضوج تقولك انا اكتشافته على حياته تطالع حد تاني انا مش عارف عايش معاه ده فيبقى صدمة تحصل لها صدمة الحاجة التالتة كمان اللي عندنا من بتخلي نسب الخلاف تزيد اوة 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 حاجة مهمة جدا 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 لازم نشوفه بعد ما نقول ان الخلاف ده بيحصل كده كمان المعنى التالت اللي احنا لازم نرعيه واحنا في اسباب الخلاف نمط الحياة اسلوب ونمط الحياة بيبقى مختلف ما بين حد الحد فنمط الحياة بتاعته واحد فيه بناء دمين ليليين وفيه بناء دمين نهاريين حد بينام بدري حد بيصحى بدري طب وإن اللي حاصل طب لما يجي حد تاني يبقى فيه مشكلة يبقى فيه صعوبات في الحياة بعد كده بعد صعوبات الحياة رقم أربعة تدخل للأهل آه تدخل للأهل بيعمل مشاكل كتيرة في سنة قولة جواز ليه؟ كل واحد هي عايزة تحصن بنتها من ان هو يعتبرها جارية ويعتبرها خدامة عنده وهي عايزة تحصن ابنها من ان مراته يبقى هو جوز الست فيتدخل للأهل كمان من الحاجات الجديدة اللي تسببت في مشكلات سنة قولة جواز سوء استعمال السوشيال ميديا وكسرت تضييع الوقت في ده وسوء فيه سوء استعمال فيما يتعلق بالأطراف الأخرى زي أنك تندع على شخص في الغرفة اللي جنبك في حد بيستعمل تنده له فما يردش عليك حاجة بقى ستة ودي مهم جدا بيبقى مختفية بس مهم اللي احنا ننبه عليه الصداقات القديمة مع الجنس الآخر ودي من الأسباب المسكوط عنها بس سبب مخيف جات السيدة أسماء كانت مرة جاء واحد بيبيع على بيبيع حاجة كده فقال لها ممكن تسمحيلي أن أنا أبيع عند حقيقتك يعني عند الجنين بتاعتك فقالت له لا حتى تسألني أمام الزبير افتكرت أن الزبير ابن العوام زوجها بيغير فراح قال لها فراح جاي قدام الزبير قال لها أذنت لي أن أبيع عند حقيقتك فشوف السيدة أسماء عشان عارفة أن سيدنا الزبير بيغير قالت له ألم تجد غير حقيقي اللي تبيع عنده فقالت رجوه يا أسماء إيه اللي حاصل عارفة غيرته لكن الصداقات القديمة اللي من الجنس الآخر الصداقات للزوج من الفتيات أو الصداقات للزوجة من الشباب مسألة محتاجة لازم ننتبه إليها عدم التأهيل كمان أنهما مش مؤهلين ففيه لغبطة في الأدوار الزوج مش عارف دوره والزوجة مش عارفة دورها ففيه لغبطة في الأدوار هي مش عارفة تقوم بدور الزوجة وهو مش عارف يقوم بدور الزوج الحاجة الثالثة التقييد والخنقة التقييد والخنقة هيمنعني عن أهلي وصحباتي وهي هتمنعني من صحابي وهتمنعني أن أنا روح للقهوة كل الكلام ده الحاجة المهمة كمان اللي هي رقم تسعة عدم التوافق الجنسي وده سبب كثير من الناس ما بيكلموش عنه ومتعبرش عن الملف ده وبتعتبروا عيب لكن للأسف ده من أهم أسباب وتحديات سنقولة جواز وإحنا لما بيجينا حد يمكن تاني سؤال أو تالت سؤال بنسأله في الاستشارات الزوجية بنسأله عن ده لأن ده وتمشعل ذاتي كده للخلافات لأن أي خلاف بعد كده يبقى أي حاجة صغيرة كده لما يكون فيه عدم توفق في العلاقة الخاصة يولع على أي حاجة أي حاجة تولع ولذلك لازم ننتبه لده آخر حاجة الاختلافات بقى على المسائل المالية إزاي عنون فق وإزاي عنصري في كل ده هنا بقى بيظهر أهم حاجات بتبقى أهم تحديات في أول الجواز أهم تحديات في أول الجواز وده تمبني على مسلس أنا بسميه مسلس رعب السنة الأولى اللي هو إيه بقى القاعدة بتاعته انخفاض الوعي الزوجين عندهم انخفاض الوعي عندهمش ندوج كافي الحاجة الضلق التاني ده المخاوف إنه هو هيزعر على حقيقته هي تزعر على حقيقته ومش هيقدر تحمل مسئولية هي ما تعرفش تطبخ وما تعرفش حاجة الحاجة التالتة السوق النمطية المسلس ده بقى اللي هو المسلس ده ده مسلس الرعب انخفاض الوعي ومع انخفاض الوعي أول حاجة بتبنينا بعد انخفاض الوعي هو إيه يبنينا على طول المخاوف وبعد كده يزعر لنا إيه يزعر لنا السور النمطية هي تطلع زي أمها ويطلع زي أبوه أهو هي تطلع بتحب السيطرة زي والدتها وهو كمان بيحب إنه هو يكسر اللي قدامه زي والده فكل ده يعمل إيه يعمل شوية مخاوف بس خلينا نحدد أهم مخاوف بتبقى في الأول خالص وأهم مشكلات بتبقى يظهر أول أول تحدي بيظهر عندنا تحدي من اللي يقود من اللي يسوق إن التحدي التاني من المعيار ويبقى فيه تخوف هو أنا فعلاً أتجوز وبأميرة هو أنا أتجوز وبأوطل فيبقى هو ذات الإسس ترجمة نانسي قنقر